بالانتقال إلى ملف ليبيا، ما هي العوائق اليوم التي تحول دون قيام الانتخابات الليبية؟ وهل التدخلات الخارجية تمنع قيام هذه الانتخابات وتعمق الانقسام السياسي الموجود داخل ليبيا؟ ليبيا صديقة إيطاليا، وكما تعرفون هناك خطة لمساعدة دول شمال أفريقيا ليبيا ضرورية جدا من أجل الاستقرار، وعلينا تمهيد الطريق للانتخابات هناك نحن نتفاعل معهم بشكل قوي، ولكن ليبيا منقسمة بين بنغازي وترابلس وعلينا العمل من أجل تحقيق وحدة ليبيا، وهذه مهمة جدا لوقف الهجرة غير القانونية أيضا بالملف الليبي هناك تعاون، وهناك خوف من الجانب الإيطالي بما أن ليبيا تمثل بوابة عبور نحو الجزر الإيطالية ونحو الداخل الإيطالي أتحدث عن المهاجرين غير الشرعيين؟ هل هناك أي اتفاقيات جديدة مع الجانب الليبي للحقول دون وصول المهاجرين إلى إيطاليا؟ وهل ستعيدون بعض اللاجئين غير الشرعيين أو الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية عملا باتفاقية رواندا التي أصبحت شائعة بأوروبا؟ أتحدث عن إعادة إلى ليبيا نريد أن نبدل المزيد، نحن نعمل مع ليبيا وتونس كما نود بدل المزيد في الصحراء الأفريقية مع النيجر وموريتانيا والدول الأخرى لأنها مهمة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهذا يهمنا كثيرا الجيش الإيطالي يعمل مع جيش النيجر ونحن بحاجة للبقاء في تلك المنطقة من الصحراء الأفريقية من أجل تحقيق الاستقرار ولكن هذا يتطلب العمل مع السعودية والإمارات تحقيق الاستقرار